لا بالعكس لأمر طيبة وما شي باس هو هنا أحميد قال ويش قال أنباعا أن أسعار صرف الريال اليوم تتنافض من الخوف هذا واحد من الربع مبواثق من رياله ويقول يلا بالسلامة طبعا أنا أقصد من ماذا هدابي طيّل أول واحد إيش قال ماذا ماذا يقول ماذا لو طاح سعر النفط في مشرق الأرض يبقى الريال أصعب من أن تصرفونا متسيد الأمجاد بالطول والعرض والله يعين مشجعي برشة لونه إيش رديت إيش قال الحميد يقول قال شفت العيوز اللي بالأسنون وتعض ريالكم هو مثلها وتعرفونها إلي تقول أحياط يا مازن ما يحيي النظر جزاك الله خير والموت في نيو كامب دع حر عيون زي إيش قال لأ مازن قال مازن طبعا هذه كانت قبل لأعتقد المبارة بساعات أتوقع اللي فزنا فيها ترعا فيك لا أيو فزتو أيو فزنا دورتك ما لقيتك خلال طيب أنت ناقش هالموضوع طيب إذا رديت أقول يا حميد عطني قلبك أرجوك لو قرب أبات واضع وانزل الفاشلونة تشوف أنت مع الريال الفوز أصبح لنا فرض لذا سألتك الفشل إيش لونة مسكين ما تعرفه لا طبعا ما تعرفه قال لحميد في الختام يقول الغذ غذن لو هو يصيح ما بغذ ويامر يال بدون خرد خردونه مسي ليامن ننتفض أبشر النفذ جهز دول قولون ليوصفونه طبعا هذه أرديات بيني بيني حميد أنا تشرفت حبيبي حتى قلناها في أمسي أذكر ايو في أمسي هي مجرد يعني لأن على فكرة دعابات أنا صح مدريدي ويعني متعصب نوعا ما وحميد أكثر متعصب مني برشلوني على فكرة أنا برازيلي وأنت أرجنتيني أقول لك كيف متولفين مدري يالله القدر دائما القدر يجمع التناقضات لكن يبقى أن أنا حميد طبعا من أعز الناس عندي وبالعكس يعني على رأسي بس عساس نقول للناس ترى ما بيني لك الخير في ناس أول ما مبارات رجلوني طبعا يكتبون حميد البلوشي فز ماضي الهدابي فكأن حرب صاير بيني وبين حميد هو بالعكس يعني إحنا حبائب ومجرد سوات أكيد أكيد